لا معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت الشكوى اللبنانية الرسمية ضد الاعتداءات السورية قد سلكت طريقها فعليا إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية فمن ناحية تؤكد مصادر رئاسة الجمهورية لتليفزيون مستقبل أن الرئيس ميشيل سليمان وبن منطلق حرصي على السيادة اللبنانية طلب من وزير الخارجية عدنان منصور تقديم الشكوى إلى الجامعة العربية وأبلاغ الأمم المتحدة بشأن الخروقات السورية أضافت المصادر أن منصور طلب من جهته درس الشكوى وأنه يتريث في هذا الموضوع وبالتالي فنحن ننتظر ولإستضاح الوزير منصور عن موقفه اتصلنا به مرارا لكنه حول هاتفه إلى مرافقي والتزم سياسة عدم التعليق في المقابل قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تغريدة على تويتر لقد أبلغنا مجلس الأمن بالاعتداءات السورية على لبنان وفق الأصول الديبلوماسية وتقدمنا بشكوى لدى الجامعة العربية حول ذلك وأوضحت مصادر ميقاتي للمستقبل أن الشكوى أرسلت بالفعل إلى الجامعة العربية وتم البت بها بعد لقاء ميقاتي منصور بالأمس مصادر السفارة اللبنانية في القاهرة أبلغت من جهتها تلفزيون مستقبل أن السفارة لم تتلقى أي اتصال أو رسالة من أي جهة لبنانية حول هذا الموضوع وقالت ربما تكون الشكوى في طريقها للوصول بعد العطلة الرسمية في مصر موقف مشابه عبرت عنه مصادر البعثة الدبلوماسية اللبنانية في نيويورك التي أكدت عدم ورود أي تبليغ من لبنان بشأن الخروقات السورية إلى الأمم المتحدة